أهلاً وسهلاً بالغزالات أميراتي الفنة اللي بنوري لي الحياة مثل الناس كنوا باخير مرحلة بيكم كاملين في كيدنسا مع شهر زاد كيف العادة أنا رجعت معكم في قصة جديدة إذا كنتوا وجدين البنات خليوا لي واحد اللايك وطبعاً غنصنا التعليق والآراء ديالكم حول القصة المهمة الغزالة ديالي ما غنزيش نطور إليكم كتر وندخلوا مباشرة في القصة ديالنا معكم مانال واليوماجي نعود لكم حكايتي ومجرى فيها وغديم ديالكم القصة ديالي من لول ديالها أنا تزاديت وكبرت في أحد الأسرة لمتوسطة الحال الأب ديالي كان مضاف ما نقصه شيء أمي امتي كان تربت بيت كنا عايشين بين خير وعلى خير نحن بينا خمسة ديال الخوت وكنت أنا هي الصغيرة في الطعر هنا كنت ديال اللي بنات وجوج دراني دكورة المهم كنا عايشين مع دناش ومغصناش أب ديالي كان كتقاتل على ودنا أمي امتي كانت واحد المرأة اللي يدروي شبل قياس الأمور ستبقى هكاك حتى النهار اللي ستبقى عشر سنين وتم العب ديالي ستوفى نهالي ما تبقى الدنيا أدلان تفعينيها وخاصة أن علاقتي مع أبا كانت علاقة اللي مميزة في القياس بحكم أني كنت أنا هي الصغيرة في الطعر وكانت واحد الفرق كبير ما بيني وما بين أخوتي الكبر مني كان أبا تستوكح مقالية كان يقول لي اللي بغيت ينجي بهالك آه مريو أنا نغامر المهم مع أبا كانت مميزة بالزعف وكان المسكين كانت المستحيل على الودي كان يلعب معي كان يلعب معي كان يلعب معي كان يزل المستوى ديالي العقل ديالي مهم كانت واحد العقالي ما نقدرش نوصفها عليكم بكيت واجدبت وخاصة أن النبا ممرض محتشي حاجة يعني نعز في بلاسه الغد ليهما مسكينه نادس بس صيب يصلي الفجر حتى تلقي الدهاء والبرد سوف يبكينا واجدبنا دفلنا ابا وقدرنا الإعزاء ونبعت فرتكل مجمع وصافياً رجعنا لحياتنا الطبيئية الحياة اللي محمورها مكانت كيف مكانت محبة المهم هو أن تتجري في الأمور بحكم أن الأب كان مضاف فشمشها تلقات أنه محين لها تقريباً أشياء نقول لكم شي الثلاثين ديال الخلصة بحكم أنك كنت غير أنا واحد أختي ومن المزال صغر أختي كانت عندها 18 عام وأنا كانت بقي ذلك الساعة عندي 10 سنين أما أخيتي الأخرين كانوا كاملين بهم خارجين السل القانوني اللي ممكن تخلص عليهم مهم ضربوا لها بزاف من الخلصة ماما أخيها قلت معي السابرة خاصة أن الدار اللي كنا ايشين فيها دار ملك يعني بقاتلاغ الماكلة والشراب مهم تقاتلات ولات معيشة نبدك شي لنقسم الله ولنا الشهر كامل ما ندخلوا لدجاج لعهود للحم يالله يالله هذيك شوية الخضرة كنا حمدي الله وشكرينه وبقي نجرين هاكاك حتى النهار اللي سندير 15 عام تم اماما ستنوض لها واحد الحبوبة في جيت الركبة مهم حبوبة في الأول كانت صغيرة ودو الحبوبة كانت تكبر حتى دارت الرأس الوقت اللي دارت الرأس الناس كانوا يبدو يقولون لها أحقا محقا يمكن غير مجلود يمكن غير هادي المهم ما يمتي الميكات وبدأت تكدير لها في العشوب حتى النهار اللي خمجات فش غتحزها وديها عن طباب سيقول لها عندك السرطان وخسر رشالة تقطع من ثم مهمتي لم أتخذت برجلتها وكانت خايفة بالزهف وأولا لم يكن لديها المصاريف فلوس بطارت لك شيء السافي كانت قلسات وقالت إذا كان عندي العمر أنا ما زال سأتشافة وإذا كان العمر تقاضى روخة قاعد نمشي ندير الدواء وفعلا مهمتي كانت قلسة وكانت شرب غير الدوائيات لكي يهب منذ عليها شوية الحرائق ما جاءت فين تكمل واحد العام حتى كانت دموا الأمانة أمانت وتوفات الموت ديال عصد ماتنا وحمقاتنا وخلاتنا محطمين ما عارف لشغازنا من رجلينا المهم كنا ديك الساحة كاملين مجموعين من غير أختي الكبيرة اللي كانت مزوجة كان أخوتي هما اللي كيصرفو أنا واختي هزين تار المهم كنا ديني في بناتنا أن نتشي واحد ما غايد دي خبارنا وغنبقوا مجموعين حتى النهار اللي غايدين لنا ربيتها وولدها الخير وفعلا دكشي اللي كان أخوتي بقى مقاتلين علينا بجوش بهم كان أختي دامين وانا واختي كنا نحن لها الزيد دار واصلا كنا داخل انسقراسنا بلا قياس سوف يبقي نعيشين بناتنا هكاك كانت واحد خالتي مسكينة كتجي مرة مرة تقلس معنا كتجي عندنا جداتي المهم كل مرة يجيش واحد يقلس معنا وانحنا بعضياتنا حاضنين على بعضياتنا المهم غنبقى وجري اليوم وغدى اليوم وغدى حتى النهار اللي هاداك خوية ستزوج وغنبقى انا وحد خوية دووزنا واحد لمدة حتى النهار اللي هاداك خوية تعرف على واحد خيتي انا ديك الساعة كانت عندي الثالث فلافاك المهم تحرف عليها بغى هالزواج غينود غيتزوج بها وغيقول الخوتي انه غيتسكنها معنا في الدار باش نبقى انا قاسم اهتمة واصلا الخوية هادا بالضبط ما كانت عندو زعماشي امكانيات ولا شي حاجة فعلا تزوج بالسيدة السيدة في الاول كانت ما تختاري في البنات غير هي ضريفة والله عمرها دار جاء بعدنا ووليس اهنا قل سامعهم في الدار الامور كانت ميسرى في اليامات الاولى حتى السيدة كانت سوردة في الولاد ثم السيدة قد سيف عليا وغات ووليس بغى تدير انها هي مرات الدار وانا اخدام عندها حرفيا وخاها ديك الدار دار دي الوالدية انا ما عجبني ايش الحال وهنا بدأ وسطها فاشكس جنه دار كانت سمامة ممزياناش السيدة قالت لك لا انا حيث البناس خدامة ماشي خدامة شي خدمة وانا ديك الداري الصغر في مدرسة الوالدية المهم انا اخدامة وليح عليها شقة انا البناس ربيعالم فاشكن نخرج مع الخمسة الاشية كمشيني شل الدار ومن ثم انا في شقة حسلت سعود لاشرة الليل هي عشنه باغية باغياني نقلسم الخدمة وباغياني نشدليها وليدها ونربيهم ليها ونربيعليها الكورفي وتماره وانا هادشي هو ما امرني من دير المهم بقينا جارين في وسط المشاكل واصداع السيدة كل شوية تشكر خويا وخويا يجدوا معايا ودخلت عليك غرب الله اخويا واشفاش كتجي في العشية تلقاني جالسة يشوف حتى كاية وقدر بطم حانت وابعيني يشوفني نيضة الشقة المهم يشوف حتى كاية ويهضر معها ويقول لان على الشيطان وسيدة عوثاني تهدان واحد المدة حتى كتنوضليها انا هيا ما جاءت لي معايا وما قلت لي اخياتك تقلز من خدمة اشبغت بها الخدمة وشبغت بها المشاكيات تجعلنا الفلوس احقام اخياتك تتعاونه في المصروف المهم ما تجعله بما تقلل والاخويا وكانت تجربت لي الصدار وكذا كانت يتلقى لي ما قدام الخدمة وابقى يتابعني وانا اتصلت وانا اتصلت على الضار وفاش دخل ودخلت عليك غير بالله تابعني علىها الزمانا ما عنديش العقل وقلت لنا كنت بغت ندير شي حاجة كنت بغت نديرها فاش كانت عندي 16 و 15 عام مشي حتى لدعبة المهم دينا فاتك شدليل قطع ليك حتى النهار لهديك المدرسة اللي كنت خدمة فيها غادي يوقع بينوا وبينوا موحد سوف نقلس أرا لكم فاش قلست سيدة بغت كتبو حتى ليا ولا تعطيها غير النقاس أنا البناس ما نشكرش لكم راتي كنت حادقة وكان قلبك يكوني وهاتش اللي كي يخليني فاش كنكون في الضار كنجماع وانطرف وانقاد المهم قلت معليش دنيا هانية وفعلا فدوك اليامات تقريبا أني لي ولت هزة شقدية للدار كامل ولادها كانوا كي حماقوا عليا كانوا كي عايتوا عليا غير ماما ما كيقروش ليا عمتي المهم كي يجو عندي كي تخشو فيها في النعاس كي ينعسو حدايا أرى تخيلوا البنيتة اللخرة ديالها كانت ديكسا عندها شي سبا شهور كانت تجيو تحطي حدايا في الفراش وكانت تخشاه هي وراجلها في بيت النعاس ويسدوا عليهم وانا اللي الردع وانا اللي نصهر باللين وكانقول ما عليش الدنيا هانية المهم دوك المليدات كان حسبهم ولادي وجامعة الضار ومطرفة حتى النهار اللي اخويا على أخر غي يدبر لي في خدمة المهم الوقت يدبر لي في خدمة مش يدو وسط هادا قلت لونت خوزيان تقبلت فيها بدي سمعهم الخدمة فاش بدي سمعهم الخدمة الاخر كحلس بالععمة والضلمة وقالت لك لا واحقا ما حقا هما يخدمون الجروبات وقالت خرجي بالليل والضخري يزعمه في نصصة الليل هادا ما هواش وحرشت علي اخويا اللي عايشة معاه المهمة لان اخويا بدنا في السطاعات حتى النهار اللي قال لي هاتتتتغلسي في حالك في الدار انا في الاول ما بغيتش ولكن كنمشى وهدار مع اخويا ونود مع السطاع وقال لي واش انتالبنت ما كتخافش عليها واش باكتتتخدمي في نصصة الليل على ما لها شنو ناقصها انا اللي كان صرف على الدار اهاي يزبقى قلصة وحسنها اللي تلقى شي خدمة مقدة جاء اندي اخويا لاخور قالي يشوفي اختي غلسي في حالاتك باركة مصطاع صافي هاد الخدمة انا اللي دبرتك فيها الى مشي تحتكملت فيها غنتسمى انا ممسي شوحت اخواتي البنات كانوا دوام ايا وقالوا لي ينعلي الشيطان صافي مكين لاش جبدي السطاعات وانا قمت عينيه وقلص في حالاتي اعرى لكم فاش قلص سيدة حرفيا بغطر دنيك بالخدامة مهم تقريبا غمقى قلصة واحد ست شهور بما غلقى واحد خدمة اخرى في واحد مدراسة كانت صالير ما هواش وكانت الخدمة كثيرة بسعف انا كنت قبلت بديك الخدمة حينت فعلا كنت عييت وبغطر نتفك من الدار اما الخدمة مكانش عجباني سافي بدي سمعهم اعرى لكم انا كيف كان بدا سيدة مكي عجبهاش الحال لا تحتاج إليها القهوة وكذلك في المدرسة الامر الحمد لله هنا هي الأمور. الحمد لله في الخدمة كنت قدت. سوف كنت لقيت مدرسة. عجبتني الأمور كاملة كنت قديم جيدة. وبقي نجرين هكاك. اليوم غدى اليوم غدى اليوم غدحت النهار. اللي غيجيني واحد ولد الناس. دري كلا يعمرها دار. بغيته وبغاني والأمور كاملة مشيتم جيدة. أرى لكم جد الريخ طبني أخوتي كان أعجبهم الحال. سوف كنا متافقين أن الصيف دار هذا العام. سوف نزوج به ونمشي معه. كانت عنده دويرته بوحده. مهم دوزنا تقريبا واحد اربع شهور ما بعضياتنا. حتى النهار للسيد مبروكاني في التليفون. أنا ما كونش أعرفه بالضبط علش مبروكياني. نت عايت لواحد خطوة مبروكياني. عايت لواحد خطوة اخر مزوجة. وهي تجاوبني. بعدها في الأول ما كانت بغى تجاوب. قد كان هايطليها كنقول لها حافة كأختي لما نقول لي غير أشنوكين. حتى جوابتني وكتغوت وقاتلي يا علاش تدوي فينا. وعلاش تقولي وتقولي وتقولي وتقولي. قلت لها الظرر ما بنحت شي حاجة. قلت لي ولكان ما بنهوانو سيري سولي مرتخوك. أنا فاش قلت لي سيري سولي مرتخوك في حال ضربتني بتطرفيقة. ما عرفت باش تبليت. هزيت رأسيها البنات ومشيت عندهم حتى للدار. وتلاحظت على ذاك المرأة بمثل الولد. وبسيت لها رجليها وقلت لها قولي لي غير أشنوكين. لها الظرر اللي قلت بنتها أكدتها لي. وقاتلي راهية لعيطات. هي اللي كان زي ما كدوا معهم. ويلي وصلت لهم شلاه هزرر وكلام عليهم. أنني أنا قلتوا ليهم. مهما طلع لي الزعاف. هزيت شتيطي. ومشي ديك ساعة ندار خوية الأخر. صافي وقلت عنده. وهذا قلت له ما يبقى بيني وبينك حتى شي حاجة. ومرتك راهية خرجت لي على سعدي. قلت مع ذاك خوية واحد المدة. من بعد ذاك خوية جاء ندور مع لي العار. وقال لي يا أختي راح شو ما تخوي ضرباك. وانا هنا يا قلت على وديك ما قالت على وديك. ومرتي أمرها متعاود. وما أمرها ما زالت تخشافينا. ورد خلفة شبوقة ديالك سمام عناسيك ومع الناس ديالك. مهم تم السيدة. أنا يولي تعطيني شوية ثقار. أنا كنت خرج من ذاك الخدمة التي كنت تخدام فيها. وبقيت قلت قلسة واحد مدة حتى الواحد النهار. لقد تخدم في واحد الأخرى بديت تخدامها. وعطي السيدة الثقار. ما كان هدرها. ما كان هدرني. الأمور غاد يمزيان حتى النهار. اللي غادجي وطلب مني السماحة. وغادقوا لي أشوفي. نحلت الشيطان وتسامحت معها. ورجعت العلاقة مزيانة. أعرف هذه المدة. لقد لم يكن لديكم أخواتي البنات. أخواتي البنات كان لديهم. كان لديهم سمانة. يومين أو ربع أيام. في الوقت الذي يكون مخاسمة مع هذه الخيتي. ولكن زيما الدار التي أعيش فيها. هي دار والدية التي أعيش فيها. صافية البنات. بقيت نجري اليوم وغدة حتى النهار. اللي غادجيني واحد الخدمة في واحد دولة خاليجية. خدمة مزيانة بصالير مزيان. أنا فجأتني هذه الخدمة. وهذه الخدمة جابت لي واحد دا من حائلة ديالي. بحشي زعمة برانية ولا شي حاجة. ويمس دا من الحائلة ومتاقية الله. وخدمة مضمونة مليار في المئة. ومن وقت اللي جاتني ذلك الخدمة. أنا كنت مشيت عند خويا وقلتها ليه. خويا كان كحال بالعمة والظلمة. وقال لي هذه الخدمة هي لي ما تخدميهاش. قلت لي يا تقلسي في حالك. صافي على شغل بشي وتغربي بلادات عباد الله. قلت له شوف أنا رأيت وزعيت من المشاكيل. وهنت كتشوف بعيني. قال لي يا ما كلا مشاكيل لو قالوا. زي ما هنت صارحتي مع حليمة. قلت له حليمة ممصالحاش معاها. حليمة كان هضروا مبعضياتنا. ولكن راه انت كتشوف بعيني. قلت له مصدع والمشاكيل على الشقاء على المشاكيل. قلت له أنا أخويا بغيت نرتاح. قال لي ونحنا مانا حكا نهزدو عليك العجر. المهم أخويا ما بغيت يدير مآيح تشي حاجة. هزيت راسي ومشيت عند خويا الاخر. خويا الاخر فاشقلتها لي. حتى هو ما أجبهش الحال. وقال لي شنو غايقوله فينا الناس. غايقوله أن أختنا ماشي لدولة أخ خاليجية. من ماشي دي ولا خاليجية. قلت له اخي 왜 هزيتك لي حاجة. ونت تتضلع عليها حاجة هنا يحصلت عليها. لأخيه أنا بقيتني لأخيه ويزت مكان لديك الشاش مكان. أخيه ما أخيه؟ ما أريد وسوف أتساق؟ بالنسبة لي واحد يصل عليك الزعاف. قال لي لما يصل علي الزعاف إليه. كنت أقول لي قلت لدي. ويصلت لدي الخاص بك. وفي ذلك they thought I was very happy about you. أخواتي البنات. وعرفوا السيدة التي توسطت لي والتي هي غديني المهمة البنات انا هنا تلفت ولم تليس عارفة ما ندير فاشا رجعت عند خويا اللي انا عايشة معها في الدار كان قوله انا ربغيتمشي البره يقولي هادي هي اللي ما تقوليش لي وصديق لي الموضوع انا البنات مبقيتش عارفة كيفاش نتصرف واحد الراس يقولي يا جمعيش طايتك وسيري اقدي امور ديالك وسيري مع السيدة خدمي على راسك واحد الراس يقولي يا جلسي وتبتي ما عندك فين تمشي انا البنات عييت من المشاكل الوسطاع وكنشوف راسي انني غادية وكن كبير حسام الزواج ما عندي في ظهر اللي كي جي كي وقع شي مشكيل والراجل اللي تفهمت انا وياه ولقيت وزعمة في بزافة الاوصاف زوينة خرجت لي عليه ومشاف حالاته يعني من ذلك الساعات انا البنات عييت من هاد السيدة وعييت من خويا وكراهت المغرب انا ما بغيت ندر حتى شي خطوة فاجدو اسمع وحد خالتي وهي موت البنت اللي توسطت لي في هاد الخدمة وهي اللي غتدبر لي في كل شي قلت لي شوفي بنتي فرصة لقيتها ما متفلتيهاش بنيتك سالة روائر غاتمشي لتمامة غاتعيشي مع بنتي غاتوقف معاك زما تسوق في علاج ليك قلت لي زعمة هاد الفرصة متفلتيهاش قلت لي وخا تكون زعمة اللي بغي يكون اخوتك رو مغي يعقلوش عليك راكوله واحد انا دير دارو ودير وليداتو شي واحد فيهم كي يقل عليك وقلت لي انتي كتشوفي قاعف اخوك اللي قلسة معه في الدار لكن هلك يوقع شي مشكل مابينه ومابين مرته نعمره ما قلت لازع ماشي موقف فهاية قاع خرجت عليك انا ما متسوقش لي قلت لي سيري قاعدة الأمور ديالك وسيري تخدمي على راتك ودير الدوار الزمان اخواتي البنات التالفات يقولوا لي اشخد ينقلوا ليك اختي احنا ما عندناش المشكل انك يتمشي ولكن في حال ما بغونيش اني نخرج من طوع ديالخوتي خوتي الدكورة بجوج بهم لا هادك اللي بعيد عليها هادك بعدك يقول لك اللق يقول لك حنشتان قلوه في هدرات عباد الله وغير قلوه اختنا مشت للخليج وعلم الله شنو غدير مهم ما باغينيش نهائيا انني نمشي اما خويا اللي عايشة مع افطار وخاكك ما تسوقش لي بسافحة انا عارفة مرتو هي اللي ما باغانيش مرتو اول مرة قدي نشوفها عتي كنشوف كنسمع العيالات التعييد كلهم كيبغيوا هاكا لويساتهم عقيزاتهم يتفرق عليهم الا هيا والسيدة قدي المستحيل باش نبقى محاها واش حنت طامع فدك شوية تشقال اللي كنشقاليها ما عرفش البنات انا البنات حادقة واش كنجي ضروري ما نجمع الدار نغسل ماء اه ولادها انا اللي ربيتهم لها كنجي في العشية نحفظ معهم نقرأ معهم هيرا ما عندها دراع اه كنجي احتل الليل ندير هاكالعشاء انا اللي نراسق فيها اه الكيكات الحلويات مهم انا اللي هزلة واش هي طامع فدك شوية تشقالي كنشقة واش معرفش البنات معرفش واش هي اللي محرش اخويا ادويت مع اخويا انا رحنا في المغرب رغير كنت لاوح انت كتشوف منها اللي اخديت الاجازة واش اكتشوف من خدمة مقدمة يعني في الصلاير ما عمرني مفتحت 1000 درهم مقدمة دائما كان خدمة تلك الخدامين اللي بحين سرين لاي كان قريبا مدراسة بريفي لاي كان تجدني خدمة في شي عن شي طبيبة او لاي كان غير كان تلاوح غير كان تلاوح من خدمة الخدمة ايه والو والبنات والخدمة اللي خدمت له هكي أكسوا لي فيها الزواج مبغاش يتقدلي الرجل اللي كان مقادت جرّتليه لا أعرف كيف نتصرف وكيف ندير واحد الناس يقول لي ندير بها در تخالتي ونمشي نشوفهم وستقبالي ونصوقش لهم واحد الناس يقول لي اخر راحت للخاوة حدد الدنيا ونصنط لكلامهم حين تلا وعلم انا ما نبغيش نكون مسخوطة اخوتي أنا اليوم ما جيت نتاور معاكم حين فعلا بغيت بنات اللي نصحوني بنات بعقلهم يقولوا لي واش نمشي معهد بنت خالتي ولي غا تقول لي وجدك شي مضمون اه بنت خالتي اللي يعمرها دار ومتقي يا سيدة ربي وزعما كان عرفها مزيان عارفة شنو كين ودبرتلي على خدمة مزيانة بالصالر مزيان وتقريبا الصالر ما غاديش نقص فيه بساف يعني فهمتي ما اني واكلة شربة كل شي تعمى عندهم انا ما غا نقص والو في الصالر ديالي غا يبقى يتجمع لي هاكل دوائر الزمان وهي كتقول لي زعما جيل هنا لربما تلقيش ولد الناس دو جي بي ودري مستقبالك حسن لك من ذاك البلاد ومعطيتك حتى شي حاجة وكتقول لي ما تسوقيش مالهم هم مباكم وقباكم مقرف القبر ديري ذاك شينتين يمسلكك انا باغا نمشي غير كيف مكتلكم ما بغيش نخسر خوتي كنتمنى لبناس انكم تنصحوني وتقول لي شنو دير الغزالة ديالي هنا سالة القصة ديالنا تنسوش طبعا تخليوا الاعراء والتعاليق ديالكم لصاحبة القصة وما تنسونيش من التعاليق زوينة ديالكم وانا لا يبقى لي الا نقول لكم حبيبتي ما تخذت بكم نطلقا بوشاعة وعليك قال لكم والذين يدروا الشراك وعليك ما سوف يعملون كمونتات ما يقول لكم بذل هطرة يبقوا في سيد وضع لا تسمع في يوتيوب ما يقولون يدروا الشراك و لايكات صح و لايكات و انتم البلاد شو نهري عود لكم شي قصة مويمة غزلات ديالي مبقى ليا إلا نقول لكم ما سخيتش بكم لايك سافقنا عليو ديبرمغي خلينيش نكمل هذه الجملة مويمة غزلات ديالي مبقى ليا إلا نقول لكم ما سخيتش بكم انتلقوا ان شاء الله في قصة جديدة السلام عليكم